عثرت دورية من استخبارات الجيش قرب حاجز عين الشعف في منطقة عرسال على سيارة من نوع كيا سوداء من دون لوحات مفخخة بنحو 25 كيلو جراما من المواد المتفجرة وحضر الخبير العسكري وعمل لتفكيكها إلى ذلك أعلنت قيادة الجيش مدرية التوجيه أنه بنتيجة التحقيقات التي تجريها مدريات المخابرات مع ربيع عاصم عواضة وثلاثة مطلوبين آخرين سبقا وأوقفوا في حي الشيخ حبيب بعلبك تبين أن عواضة في حقه عدد من خلاصات الأحكام لانتمائه ومشاركته مع إصابات خطف في مقابل فدية وإقدامه على إطلاق النار على دوريات الجيش وقوى الأمن الداخلي وترويج مخدرات وبيعها وحيازتها وكان الموقوف قد تصدى للدورية المكلفة توقيفه وأطلق النار باتجاهها ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين بجروح وضبطت كمية من الأسلحة والمخدرات في المكان وصدرت سيارات غير قانونية وتستمر التحقيقات مع الموقوف بإشراف القضاء المختص هذا وزار قائد الجيش عليماد جون قهوجي الكلية الحربية في الفيضي وجال على أقصامها واطلع على سير التدريب فيها واطلع على نشطاتها المختلفة ثم اجتمع بقائد الكلية وضباطها وتلامذة ضباط السنة الأولى الذين أتموا فترة من التقشف والتدريب الشاق ووقف على أوضاعهم وزودهم التوجيهات اللازمة للمرحلة المقبلة وفي إطار برنامج التعاون العسكري المدني المدعوم من وزارة الدفاع الأمريكية قامت وحدات من الجيش بالاشتراك مع أعضاء من السفر الأمريكية في لبنان بتوزيع 11 ألف معدفا شتويا على تلامذة المدارس الرسمية في بنت جبايل والشوف ومرجعيون وبيروت وكسروان وجبيل ترجمة نانسي قنقر